السلام عليكم يارب تكونوا بألف خير تعالوا بينا النهاردة هنقاطع يا جماعة ولكن هنعمل في البيت يعني هنقاطع المنتجات من بره ولان ده طبعا واجب علينا وحق الشهداء وكمان نعمل المنتجات ده في البيت ونغني ولادنا خالص ان هم يشتروها من بره تاني هنعمل الدوريتوس في البيت بكل سهولة تحرميش ولادك من حاجة تعمليه بطريقة سهلة خالص وبسيطة دلعيهم كده وبسيطيهم وعمليه الدوريتوس في البيت هيطلع مفيش احلى منه كمان صحي ونضيف ضمن المك كمان مكوناتهم مش كتير وهيطلع مقرمش اخر حاجة زي ما احنا شايفين حاجة كده تحفى كمان مش هياخد منك دقايق في المطبخ وهتكوني عاملاه بيضة واحدة بس مكونات بسيطة جدا هتطلعي اكبر كمية من الدوريتوس تعملي عليهم قعدة حلوة كده او صهرة جميلة للولاد يلا بينا على بركة الله نشوف عملنا ازاي بطريقة بسيطة وسهلة كمان مقاديره كلها متوفرة في البيت وفي دقايق هتعمليه مش هياخد مننا وقت نهائي وزي ما احنا شايفين مش شارب اي زيت خالص يلا بينا على بركة الله نبدأ اهم حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وقالي وصحبي وسلم تسليما كثيرا كمان لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشترك في القناة واللايك للفيديو وان شاء الله كمان هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف اول حاجة معايا ست معالق كبار من الدقيق الدورة دقيق دورة سواء ابيض او اصفر يا جابعة تمام بعد كده معايا تلت معالق كبار من الدقيق الابيض العادي تمام كده بعد كده معايا معلقة ونص كبار من نفس المعلقة اللي انا عيرت بيها الدقيق معلقة ونص من النشا زي ما احنا شايفين كده احط نص معلقة صغيرة من الملح خلي بالك من الملح لان احنا لسه هنضيف اضافات هتزبط معانا الطعم قوي كمان معايا هنا نص معلقة صغيرة من الزعتر الزعتر اللي هو المحوج يا جماعة اللي بيكون فيه سمسم والحاجات الحلوة دي بعد كده نص معلقة صغيرة من البابريكا وكمان معايا هنا نص معلقة صغيرة من الكاري نص معلقة صغيرة من الشطة إذا حبيتي ممكن تستغني عنها تماما زرة بسيطة جدا من الفلفل الأسود كمان نص معلقة صغيرة من الكركم تمام كمان معايا نص معلقة صغيرة من توم بدرة وبصل بدرة دي كل التوابل كمان الملح زبطناه كونات الجفة كلها مع بعضها هبدأ أقلبها كويس جدا بحيث بقى التوابل والملح وأنواع اللي أنا خلطتها على بعضها ويا النشا كله يمتزج مع بعضه كويس جدا بحيث لما يجي أعجن العجينة ما قلقاش التوابل متكتلة في أماكن أو أماكن لا تمام اللي بتاعمها بعض كويس كده بعد كده معايا بيضة واحدة بس هحطها زي ما احنا شايفين كده ومعايا كمان ثلاث معالق من الزيت عيرهم بنفس المعلقة اللي عيرت بيها المكونات كلها خدوا بالكو هنا أنا مستخدمة معلقة الأكل العادية جدا اللي في كل بيت لو عشان الناس اللي مش متوفر عندها مثلا معالق معيارية والحاجات دي وما بتحبش تمشي بالجرامات قوي زي كده فنبدأ ان احنا نشتغل بمقدار بحاجة واحدة بس هنعير بيها كل المقدار وهتصبط معانا اطلع معانا طحفة حرفية بعد كده بإيدي وبدأت ان انا ادخل البيضة وهي الزيت كده وهي المكونات الجفة والدي والتوابل معايا كوباية ميا جانبا ميا عادية جدا من الحنفية ولا هي صخنة ولا هي بردة هبدأ ان انا أخلط وأعجن العجين ده هنزل بالمية تدريجي كده معلقتين بمعلقتين لحد ما العجينة تلم معايا خلي بالك مش تاخد منك مية كتير لان اصلا دقيقة دورة معايا هنا بيلم العجينة بسرعة تمام بخلاف الدقيقة للأبيض العادي لما يكون كله دقيقة عادي لا بتختلف تمام مش هتاخد مني كمان وقت طويل في العجن ومش محتاجة عجان ولا حاجة اني قطع صغيرة وعايزة ضعف الكمية برحتك اذا حبيتي صدقيني تحفجر بيها مرة هتعمليها على طول هتبقى من أسهل اي حاجة تقومي تعمليها تسالي للولاد والسناكس كده تكون حلوة قوي حاجة كده دلع وبسيطة وكمان مش هتاخد منك وقت خالص في المطبخ تلمت معايا هي في حدود نص كبية مية وتلمت معايا العجينة اغطي عليها بس ترتاح مش اكتر من كده احنا لها نخمرها ولا اصلا حطين خميرة في العجينة مجرد بس ان هي ترتاح 10 دقايق ربع ساعة طلع معايا جميلة كده وتكون العجينة طيعة معايا هنا بقى هقولك على فكرة حلوة قوي توفر عليك علشان ما تستخدميش دقيقة عن رخامة وما تبهدليش الدنيا هاتي كيس من أكياس التلاجة ويفتحيه وابدقي ان ان تديله دهنة بسيطة من الزيت وحطي فيه قطعة من العجينة اللي احنا عملناها ما اسمتها على نصين وهحطها كده ما بين كيسين من أكياس التلاجة بالشكل ده او كيس واحد وهطوي اتنين على العجينة بعد كده بيننا الشابة اوفردت العجينة هبدأ افردها وديها سمك رؤية جدا تمام هنا هتقدري تتحكيمي في سمك العجينة ما بين الكيسين سدقيني هيكون افضل لك بكتير افضل ما ان احنا نرش نخلط دقيق بنجوع على الرخامة ونرشوه مع الرخامة كده تحت العجينة عشان طبعا ما تلزقش مننا في الرخامة فانت ما بين كيسين هيكون افضل وكمان هيكون افضل لك ان انت تطلعي العجينة بكل سهولة او تطلعي القضع الدوريتوس بكل سهولة شايفين سمك العجينة عامل ازاي روعة تمام كده ما بين كيسين اهو طبعا اهم حاجة تكوني دهنى الكيس من جوة الطبقة بسيطة جدا من الزيت تمام عشان العجينة ما تلزقش في الكيس اثناء الفرد زي ما احنا شغالين كده انا هنا بحس العجينة بقديا مثلا عشان ما يكونش في حتة سمكها سميك قوي وحتة تكون رؤيا قوي لانا بحب ان انا احسها بقديا بالشكل ده بعد كده باي قطعة بالسكينة بقطعة البيتزة باي حاجة عندك وابدأ يساوي الاحرف وعلى فكرة الاحرف اللي احنا هم طلعها دي او الزيادات دي بجمعها وبعملها تاني مفيش اي مشكلة معايا خالص تمام زي ما احنا شايفين كده حاجة كده بسيطة وسهلة بعد كده هقسمها على شكل طبعا دوريتوز بيكون متقطع على شكل مسلسات عايزة اقولكو اصلا مبدئيا قبل ما نسوي العجينة دي ريحتها تحفة ريحة التوابل اللي فيها دوريتوز اصلي اصلي يا جمع وانسي الجاهز وعمليه في البيت بجد وكمان بدون مواد حفظة وانتي متأكدة انتي عاملة ايه ومكوناتك ايه بالضبط حاجة كده نظيفة وسحية شايفين الكيس هيساعدني ازاي ان انا اطلع العجينة بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده استمتيها بقى مسلسات زي الدوريتوز الاصلي بالضبط ريحة العجينة بجد بتقول لوحدها ان ده دوريتوز زي ما احنا شايفين كده طبعا الزيادات دي اللي هي غير منتظمة الشكل دي بجمعها وبعد كده بسويها وبفردها وبعملها تاني بتكون شكلها ازرف بكتير واحلى هعمل كل كمية العجين ما بين كيسين كده منها طبعا ان انا ما استخدمتش دقيق تحت العجينة كمان الرخامة بتاعتها تبدأ نظيفة والدنيا حواليا مش هتتبهدل خالص خالص تمام اهو زي ما احنا شايفين هعمل كل كمية العجينة بنفس الطريقة عايز اقول لكم بقى ممكن تعمليها في اكيسين من اكياس التلاجة وتقطعيها وتسيبيها بحيث لما تيجي تقلي كل الكمية تقليها مرة واحدة بحيث ان انت ما تقفيش تقلي وترجعي تفريديو وهكذا تمام اه في الوقت ده بقى بيكون معايا حل على النار فيها كمية زيت اه متوسطة مش غزير قوي تمام وكمان زيت يكون دافي درجة حرارته مثلا لو انت هتقيسي بالترمومتر تكون درجة الحرارة 140 تمام وعلى نار هادي يا جماعة دوليتوس بتقلع على نار هادي خالص زي ما احنا شايفين كده يعني درق زيت يكون سخن والنار تكون وسط زي ما احنا شايفين بتحطي كمية تقلي بيها هي في ثواني هتلاقيها اصلا تلعت على وش زيت كده واتقرمشت على طول تخفيش منها خالص حطي كمية اللي انت عايزاها في الزيت على طول تمام بعد كده بطلعها على مصفة بعد ما بطلعها على مصفة بديها رشوة من التوابر اللي تحبيها سواء انت عايزاها بتعمل شطة الحار او عايزاها بتعمل فلفل الحلو البابريكا او لو بتحبي طعم التوم البودرة والبصل البودرة بتخلطيهم على بعض وبتبهري بيهم كده الدوريتوس بتاعك بتقدمي بقى طحمة مختلفة زي ما بنشتريه من الجاهز بالزبط ولكن هنا بنضافة وجودة البيت يا جمع شايفين ما شاء الله اوقات كتير هتلاقيها بتنتفخ معاك واوقات لا زي اللي بنشتريه من بره بالزبط عايزا اقول لكم بقى سوبر ارمشها مقرمش قوي بس اهم حاجة ليه على نار هادي عشان يطلع معاكي مقرمش لان مش بياخد وقت اصلا في التسوية تمام فلازم انتخلي النار هادي خالص شوفوا هنا جميل جدا جدا ان شاء الله وتحسيه دايب كده وجميل اتمنى الوصفة تعجبكم وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة اشتركوا في القناة